اليوم دكتور وأنت قائد عالمي جلت العالم ولديك علاقات كبيرة مع مؤسسات و منظمات و قيادات عالمية كيف تقيم الصورة الذهنية عن الإسلام على مستوى العالم؟ في البداية أحب أن أشير إلى أن الإسلام ولله الحمد قوي مهما كانت التحديات التي تواجهه و ذلك عبر التاريخ و حتى اليوم وسيستمر بإذن الله عز وجل لكن تمر بعض المراحل تنشط فيها الصورة الذهنية السلبية عن الإسلام كما هو الحال اليوم و ذلك بسبب خطاب التشدد و التطرف و التطرف العنيف و حتى الجرائم الإرهابية التي يتهم فيها الإسلام ظلما و زورا من قبل من لا يعرف حقيقة الإسلام و كرر الإسلام قوي دوما و الحقيقة التضح ولو بعد حين و لذلك هناك من غير المسلمين من أنصف الإسلام و طبعا يوجد مغرضون من غير المسلمين و لهم دور كبير في تلك الصورة الذهنية السلبية بسبب التعصب الديني و الإحقاد إلى آخره و لكن مع هذا كله مسؤليتنا كبيرة في تصحيح تلك الصورة الذهنية السلبية و التي توجد بشكل أكبر لدى بعض الدول الغربية و لدى البعض داخل ذلك البعض و يجب الحوار و التفاؤل و حصن الظن و معالجة أي مشكلة و هي رسالتي للإخوة العرب ذكرت في حديثك دكتور أن المشكلة تتواجد بشكل أكبر في بعض الدول الغربية لكن دعنا ننتقل إلى شرق العالم ماذا عن الحالة هناك حول الصورة الذهنية للإسلام في شرق العالم؟ الشرق الأقصى مثل اليابان و كوريا و غيرها الصورة و لله الحمد لم تتأثر بالقدر الذي تأثرت به بعض الدول الغربية قد يكون لدى البعض مشكلة مع بعض المسلمين و السبب في عدد من الحالات سياسي و ليس دينيا أبدا بدليل أن بقية المسلمين في نفس البلد ليس عندهم مشكلة و السر في ذلك هو في الغالب في التدخل في شؤونهم من قبل جهات خارجية قد يكون لها هداف سياسية أو غيرها و هذا حاصل ليس في بلد معين بل في أكثر من بلد و أيضا شرقا و غربا يحصل هذا